جعلنا من مناطق شمال وشرق سوريا أكثر المناطق أمنا وسلاما في سوريا ذاتها الميليشيا التي طالبها بشار جعفري بأخذ حبة باندول للتعافي من أوهامها الانفصالية يقصدها ما يسمى رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك محملا بوهم استمالة العشائر العربية بزعم السيادة الوطنية لكن تلك السيادة يبدو أنها بانت لمملوك قبيل هبوط طائرته بمطار القامشلي فالمطار ترفرف عليه رايات الاحتلال الروسي ويتوسط منطقة تسيطر عليها ميليشيا قسد بأعلامها الصفراء وخلافا لما تروجه وسائل إعلام موالية من أن مملوك التقى ببعض وجهاء عشائر الحسكة في قاعة الشرف بمطار القامشلي قالت مصادر ميدانية إن اللقاء جرى في النادي الزراعي المحيط بالمطار وحسب ما سرب من معلومات فقد حاول رجل مخابرات أسد إقناع الوجهاء بسحب أبنائهم من صفوف ميليشيا قسد والأنضمام لميليشيا أسد دون أن يقدم سببا يدعم مطلبه أو تفسيرا يشرح فيه الفرق بين ميليشيات قنديلية انفصالية مدعومة أمريكيا وبين أخرى تابعة لروسيا وإيران وكلهما أو غلاف جسد السوري قتلا وتجويعا وتهجيرا لم يصدر أي تعليق رسمي من نظام أسد أو ما تسمى الإدارة الذاتية على تلك الزيارة التي لم تفاجئ أحدا طالما التنسيق وجار بين الطرفين على دخول ميليشيا أسد لمناطق استيلاء قسد شمال شرق سوريا وعلى ضوء ذلك التنسيق التقى حزبيون وأعضاء ببرلمان أسد بمسؤولين بما تسمى الإدارة الذاتية على رأسهم صالح مسلم وقالت مصادر إعلامية إن ممثلين نظام أسد عرضوا على الجانب الكردي مشروع الإدارة المحلية الموجود في دستور عام 2012 وهو ما لم يرفضه أو يوافق عليه الجانب الكردي حسب المصادر إذن لم ينقطع التنسيق بين نظام أسد ميليشيا قنديل لا في الحسكة ولا في دمشق ولا في حميميم وما يجري الآن حسب كافيرين هو تفاهم علني بعد تبادل الأدوار في حربهما على الثورة السورية لكن ليس الطالب أحسن من المطلوب فهذه الميليشيا تلهث لحماية آبار النفط وهذه عاجزة حتى عن دعم الليرة في مناطقها فيما يبقى تساؤل الأبرز عن قدرة العشائر العربية وباقي مكونات جزيرة على نبذ إرهاب ومناورات ميليشيا أسد وقسد وتجاوز سياسة تجاذبات الإقليمية المختلفة شمال شرق سوريا